اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان قطاع سباقات الخيل يحظى بدعم واهتمام كبير ولا محدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى ما اسهم في تبوء مملكة البحرين مكانة متقدمة وبارزة في مجال رئاضات الخيل وتعزيز قدرات الفرسان من أبناء البحرين الذين يواصلون تحقيق المنجزات على الأصعد المحلية والإقليمية والدولية انطلاقا من شغفهم بهذه الرياضة الأصيلة وحبهم للمنافسة وتحقيق المراكز الأولى في هذا المجال جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بحضور مهرجان سباق الخيل على كأس سمو ولي العهد والذي يقام تحت رعاية سموه على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل حيث كان في الاستقبال لدى وصول سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمداء الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وقد أشار سموه إلى أن ما يشهده قطاع سباقات الخيل من تطور وتقدم كان له الدور في نجاح استضافة مملكة البحري للعديد من المنافسات والسباقات بما يحقق التطلعات ويصب في ترسيخ مكانتها المتميزة مواصلة لنهج الآباء والأجداد ونوه سموه بدور الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمداء الخليفة في تطوير رياضة سباقات الخيل والحفاظ عليها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التراث البحريني الأصيل مؤكدا أهمية مواصلة وضع الخطط وتنفيذها لتطوير هذا القطاع تحقيقا للأهداف المنشودة لافتا إلى المستوى التنظيمي العالي الذي حظي به سباق كأس سموه وأجواء الشوط الأشواط أو أشواط السباق المختلفة التي اتسمت بالحماس والتنافسية معربا عن تمنياته بالتوفيق للملاك والمدربين والفرسان من مختلف الأستبلات من داخل مملكة البحرين وخارجها لتحقيق ما يرجون له من إنجازات وحضر مهرجان كأس سمو ولي العهد لسباق الخيل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل كما حضر السباق عددا من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين بالمملكة وعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل اشتركوا في القناة 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 ولي العهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة